ما يقارب ثمانية عوامين وهذه المحطة لا تزال خارجان طاقة الخدمة رغم جاهزيتها للعمل إلا أنها لم تزود بحصتها من كميات الغاز حتى اليوم نطالب جهات المختصة بتشغيل هذا المحطة كونها قد لها ثمانية سنوات ولن تشتغل وقد معي أمر من رئيس الوزراء وزير النفط والمحافظة المهرة محمد علي ياسر من قبل ما يكون بعدي محمد عبدالله كده ومحافظة راجح ولن تشتغل جميع المحافظين هذو الثلاثة في المهرة ولا حد اليوم لن تشتغل ونطالب الجهات المختصة بتشغيل هذه المحطة تعد هذه المحطة الوحيدة هنا بمديرية شحن التي يعاني سكانها من صعوبة إيجاد مادة الغاز المنزلي في ظل تقاعص الجهات المعنية عن تشغيلها لتخفيف معاناتهم المستمرة حاقة الناس في هذه المحطة لأنها تستضيف كثير الوافدين من جميع المحافظات في اليمن وكثافة السكانية وأزمة الغاز خانقة والآن أكثر الناس يتعاملوا ألا بالحطب ما شيء غاز في مديرية شحن نحن كمواطنين نطالب الجهات المختصة بإشغال محطة شحن لتعبية الغاز ونحن هنا نشكي من عدم تواجد الغاز لمدة ثمان سنوات والمحافظة ومديرية شحن بحاجة إلى الغاز غياب دور هذه المحطة التي أنشئت لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع توسع موجة النزوح لهذه المديرية الحدودية دفع بالكثيرين هنا لمناشدة الجهات المختصة للتوجيه بسرعة تشغيلها وتزويدها بحصتها المطلوبة بما يتناسب مع عدد سكانها أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر